لم تغلق الحدود العراقية الإيرانية بعد جراحها التي فتحتها حرب البلدين بين عام 1980 و 1988 بل لازالت تفصح عن المزيد من رفاة الشهداء مما سقطوا في تلك الحرب 40 عاما على سقوط أول شهيد في تلك الحرب عام 80 وقواف الرفاة المقاتلين لازالت تصل إلى العراق تم الإعلان عن آخرها يوم أمس حين أصدرت وزارة الدفاع العراقية قوائم تضم 147 اسما لرفاة مقاتلين عراقيين سقطوا أبان الحرب العراقية الإيرانية حيث أجرت لهم دائرة الطب العدلي العراقية فحص الحمض النووي ودعت وزارة الدفاع ذوي المفقودين في الحرب إلى التحقق من هذه القوائم لعلهم وجدوا مفقودهم فيها البحث في خط الحدود ومواقع المعارك استمر لسنوات بعد عام 2003 الذي أصفر عن العثور على مئات الرفاة لجنود عراقيين وإيرانيين عاد كل منها إلى موطنه في تابوت خشبي مواقع التواصل الاجتماعي غلب عليها الحزن وهي تتداول تلك القوائم وذلك الخبر رفاة الإباء تصل الأبناء ورفاة الأزواج تصل الزوجات وقد لا تجد رفاة أحدهم من يستلمها في حال مر الموت على المقاتل وذوية كتب أحمد حسين الله يرحم شهداء الوطن والأرض يا من بدماؤكم الزكية تقيت أرض الفراتين أنتم في قلوبنا لن ننساكم أبدا الدهر تغريدة أخرى من دموع علي والتي كتبت فيها أوف يا عمي المسكين لا موجود ويا المستشهدين ولا ويا العاشين الله يجعلك بالمكان الأفضل يا رب تغريدة الأخيرة من أحمد كاظم والتي كتب فيها سلامي الأم العزيزة وإلى والدي العزيز وأخوتي وأخواتي وأبلغ خطيبتي حبي وأشواقي أعتقد أنني سوف أستشهد هذه المرة لأن الجبهة مع العدو اشتعلت نارا والقصف كالمطر وأنتم تعرفون الباقي تلك كانت آخر كلمات كتبها الشهيد ثائر خريج كلية الآداب البصرة عثر عليها في جيب بدلته من على ساتر الخطوط الأمامية أثناء حربنا مع إيران عام 1984 في قاطع مهران